يا شيخ أنا عندي سحر التعطيل نعم تصفيح تصفيح سحر التصفيح من ليبيا أنت لا من الجزائر من الجزائر تونس ليبيا الله يعينكم على التصفيح ان شاء الله يا شيخ أنا قرأت سحر التصفيح ورقيت التصفيح ورقيت التعطيل وحلمت حلمان يا شيخ قولي الحلم الأول أني أقرأ صور الإخلاس وإني كنت أقرأ فيها بصيغة صحيحة بس كان شخص يقول لي إنها خاطئة وأنا أقرأ فيها صحيحة هو يقول لي خاطئة خاطئة وبعدين يا شيخ حل المصحف وقال لي هاي صحيحة وأنا كنت أقرأ فيها صحيحة والحلم الثاني يا شيخ الحلم الأول هذا دليل الحلم الأول هذا دليل على أن أنت قاعدة تسويين روك شرعية صحيحة وأنت تقرأين القرآن بشكل صحيح ولكن الشياطين تحاول لوية اللسان أو ربط اللسان عن هذه القراءة الجيدة اللي أنت قاعد تسويينها آديتيهم جدا بل تمكنتي من ربط ألسنتهم شدي حيلة أقرأي يقوله الله أحد بكثرة نعم أول حلم الثاني يا شيخ أني حلمت البارح أني علشت البحر أنا أمي وأختي ومن بعد جاء موج كبير ومن بعد الموجة الكبيرة دي كان خرج عهائية شيطان وأنا أقرأ عليه القرآن قرأت صورة الفاتحة وقرأت صورة الإخلاص وقاية الكرسي وصورة الزلزلهية يعني اللي خلاته يروح وبعد تكلمت معاه أنا شيخ قلت له شكولي معاك دخل هو في المكان كشغل المكان ذاك يجب انتكلمها في الجيس النتاعي يا شيخ كاين مرأة تعذب في 2 أشخاص في الجيس النتاعي بعدها قرأ عليها في القرآن يا شيخ وهي تضرب وطعها هربا من لني وبعدين يا شيخ قرأت بها أم أقرأ فيها القرآن وبعد حكمتها ووليت نقولها أقرأي القرآن أقرأي القرآن ولا تقرأت حتى هي القرآن يا شيخ وأنا قرأ لها في القرآن وهي كانت قطعة بعيدة هيك تخزر لنا تنظر معانا رمادية يا شيخ وبعدين ولدت هذيك اللي في الجسم نتاعي ولدت قاعدة تقرأ حتى هي في القرآن عادية وقلت لها يعني فضلي كملي قلت لها يعني بللي أنا رايحة بس كنت ترجعين إنك تديري شيء خاطر أرجع لك والمرة هذي أتردك من هنا خلال بس يا شيخ ما شاء الله تبارك الرحمن أنت كم سالس ترقيد أكثر من عشر أيام من عشر أيام وما شاء الله تبارك الرحمن قوة هذا التمكن شيء عجيب صراحة ما مر عليه أنا أقرأ في الصور اللي قلتها يا شيخ كلها ومماذبة على زيت الزيتون والطمر وأقرأ في الماء يا شيخ كل يوم ما شاء الله تبارك الرحمن أنت عندك مشكلتين أصلا عندك التصفيح ربما وعندك أمر آخر لأنه أشهدت تعارك مع شيئين داخل جسدك كانت تعارك مع شيئين داخل جسدك هذا دليل على أنه فيه شيئين داخل جسدك ربما والله أعلى وأعلم استجبتي طبعا وتأثرت جدا وأثرت على العوارضة موجودة استمري لا توقفين أبدا لأنه واضح أنه ركتش بمشيئ ثلاثبات على نافع على نفسك أنت استمري شكرا شكرا لحظة بالنسبة للتمر خليني أسأل عشان ليكون فيناس يعني لسمح الله يستخدمون بطريقة خطأ أنت كيف تستخدمين التمر أنا أقرأ عليه الصور يا شيخ لي على الزيت في الصفحة تاعك الزيت وأضع فيها التمر وصابة حبة حبة السوداء السوداء هي تحطينها داخل الحبة الأولى في كعبة واحدة وبعدين المطبقيات لا ما تحطين فيهم حبة السوداء هي نعم إذا خلصتي خلصتي سبع أيام بالحبة السوداء أوقفي الحبة السوداء تماما استمري على التمر بدون الحبة السوداء خلص تكفي التمر بزيت الزيتون يكون منقوع فيه تماما ومتمكن عشان تستفيدين منه خروج الأذى قريب جدا وربما ينزل عليك بعض الكتل أو القطاع الدموية أو ما شابه ذلك هذا دليل على انقطاع الأذى تماما بإذن الله نعم شكرا يا شيخ ودعت الله حياة الله أختنا من الجزائر اللي بعد هل يقول أبيك ترقي أمي أسأل الله العظيم رب سبحانه وينزل عليها الشفاء أنا قلت لكم الآن أنا موقف في المنطقة الجنوبية تماما قفل الكامية الحبيب الحارثي اللي فوق فضل على أنت علمتنا على الرغية وعلمتنا على الذكر وعلمتنا على هالأشياء أننا هتنا صدق المفتقدينها هذا أول شيء أنا من سنة عاني أحاول أريد أكلت أتعالج أحاول في هالسنة أتعالج بعد ما اكتشفت أن فيه أشياء قهت صغيرت لي ولين اليوم أحاول أتعالج بس مو قدرت بخبرك عن حلمي واضح صوتين يا شيخ أسمع 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 يا شيخ أنا كنت أنخطب بس ما مصر كل مرة يومي اللي خلاص يعني أنا أوافق بعدين خلاص يختفون وميرجعون ولا نشوفهم ولا يجون للبيت بس بالتلفون أوكي بعدين أنا حسيت أن الشيء مش طبيعي يتكرر بشكل مش طبيعي فتكلمت معه قالوا لي كلمي شيخ فكلمت شيخ فقال لي أنا أشربت ماي من قرأي عليه عقب حلمت حلم لا قدرت كويسة بعدين ردت تعبت صار يجيني ألف بطهر شديد لدرجة أني ما قدر أطرع من الغرفة بعدين قرأت البقرة وردت وحلمت هذا الحلم حلمت أنه في البيت في بيتنا وأنا أطرع الدرج وفي قطوة واكفة في نص الدرج وأختي في وحدة أختي فوق الدرج على نهاية الدرج وأنا أرقى الدرج وأختي تحت ثانية نحن ترات أخوات وحدة برا في الحوش فأنا أبرقى الدرج هالقطوة في النص القطوة الويهها من صلخ يعني من صلوخ الجلد طالع منها وجلدها من الأنياء الجلدها ينصلخ ويطير علي الجلد يطير علي ويصلخني صلخ جلدي وأنا أصارخ من الألم وهالقطوة في نص الدرج تصلخني بيردها الجلد ينصلخ ويطير عليها ويصلخني وأختي في وقت تقول لي طلعوها طلعوها من البيت وأنا أقولها طلعوها برا البيت طلعوها برا البيت أختي اللي تحت تقول لا 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 طلعونا بس خلوها في الحوش بعدين فجأة شفتها أنا في الحوش طلعناها في الحوش بس ما طلعناه وأنا في خاطري أبا تطرع من البيت أبا تطرع للشارع بس هنا انتهى الحلم طيب الحمد متى شفتي هذا شفت من سنة أول ما بديت أرقي أنا ما قلت على فرقة يعني بس قلت البقرة وشربت الماء بس بديتي فرقي على طوال شفت أيوة عقبها عقب كم شهور أنا حاول أكون كويسة كم يوم بدل أرد أن تكس أكون كويسة وأرد أن تكس حتى ساعات هي الأوقات ما قدر أصلي عندكم قطط البيت في الواقع لا الآن أنا مش عايشة في بيت أهلي أنا عايشة عند أختي أنتو يوم اليوم كان عندكم قطة في قطة كان عندكم في قطة عند أختك هذي اللي شفت المنام عندها في بيتها بس كان البيت بيت أهلي هو اللي أنا شفت في المنام لكن هذه عندها قطة قاعدة تربيها الآن في المنزل أيوة طيب خلني أقول الشيء الرؤية هذي أول شيء مبشرة نوعا ما مبشرة لش أنت أنه التعطيل اللي أنت فيه بمشي تلاسب حتى لا ينتهي لأنه أنتو طلعتوها بره وفي الحوش واللي يطلع عليها من شعر ومن أذى يجي على جلدك أنتي وجلدها هي ينصرخ القطة صحيح؟ صح وبعدين ينصرخ الجلد لييني أنا يعورني أي نعم ينصرخ على القطة ويجي عليه تتعوري بمه أيوة عندك مشاكل جلدية؟ لا ما في أي مشاكل جلدية أبداً لا بالرأس بفروط الرأس ولا بالعيون ولا بالرقبة ولا بالسدر ولا بأي مكان لا يا شيخ الحين بس بقول لك أن حلم مقريت الرقية موالتك من أسبوع لا إله إلا الله لحظة يا دانا لا ما في ما في طيب إحنا ما كملنا الرؤية الرؤية هذه تشيء لأنه أحساسية أكزيمة أعتني أحساسية فترة يعني في حساسية وفي أكزيمة هي حساسية أرتكارية اسمها طيب أنا سألتك قلتك عندك مشاكل جلدية صحيح؟ هي بس هي راحت عني من سنة من سنة وشفتي الرؤية هذه الآن أنت توها بعد ما بديت ترقي لا ها شفت الرقية من سنة الرؤية هذه شفتيها من سنة أيام كانت فيك الأكزيمة أيو إذن تعبيري صح 100% أنه عندك مشاكل جلدية والرؤية هذه كانت أيام المشاكل الجلدية يا شيخ يا شيخ إلى متى وأنا وياكم به المعركة أقول يمين أنا متوترة ويد ويد متوترة فمش دم بأن تتوترين على حساب كلامي واضح عندي في الرؤية أنه عندك مشاكل جلدية قلت لي لا ما عندي ويد ويد زينة طيب هذا الدليل عنه تشفين من هذا الأمر شفيته الحمد لله رب العالمي أنا لو قلتي لي نعم فيك زيما كان قدرش تشفين منها لأنه واضح الرؤية أنه فيه مشكل جلدية وتزول نعم أيا كانت شيء جلدي ويزول شيء جلدي ويزول الشيء الثاني أنه أنكم تطلعونها برا وهي بالدري هذا دليل على أنه فيه أذى وقع في ذاك المنزل وهو مسبب التعطيل والمشاكل اللي أنت تمرين فيها أنت نبغاك تستعيني بالأسفة وتستمرين على الرؤية أنت ترجمة نانسي قنقر